بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلميذ الصف الرابع ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله الاختبار الثاني من اختبارات سلاح التنميذ على المفهوم الثاني بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لتيسلكم كل جديد لسا الرقم 1 ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم 1 يعتمد شكل الوادي على سرعة النهر ونوع الصخور طبعا حبيبي هذه العبارة صحيحة رقم 2 الأخديد هي وديان شديدة الانحضار زي ما احنا شرحنا قبل كده وعرفنا الأخديد وهي تعتبر وديان شديدة الانحضار هذه العبارة حبيبي صحيحة سأل رقم 2 عندما تتباطأ سرعة مياه الأنهار يعني لما تكون سرعة المياه بتاع الأنهار تكون بطيئة حاملة معها الرواسب إلى البحر تتكون الكزبين الرملية طبعا خطأ لما تتكون تتكون الدلتة زي دلتة نهر النيل رقم 4 الأخديد الموجودة في العالم تتشابه من حيث اللون والشكل طبعا هذه العبارة خاطئة خاطئة لسأل رقم 2 تتكون الأخديد بفعل الجاذبية وقد تتكون بفعل الماء وضح الدليل على تكون الأخديد بفعل الماء عايز الدليل على أن الأخديد تتكون بفعل الماء طبعا الدليل وجود الأشجار والنباتات التي تحتاج لتنمو يسأل رقم 2 ألف اختر الإجابة الصحيحة مما يلي واحد تجمع كميات كبيرة من الرمال بفعل الرياح دي اسمها إيه؟ يعني لما تكون كميات كبيرة بتتجمع بس إيه اللي جمع الكميات دية الرياح؟ دي إحنا بنسميها إيه؟ طبعا لا خديد الكذبان الرملية الوديان الأنهار أقول له إيه؟ الكذبان الرملية دي بتتجمع بفعل الرياح رقم 2 تفتت الصخور بفعل نمو الأشجار بها يعني إحنا عارفين إن لما الأشجار بتنمو جزورها بتنمو إيه؟ داخل الطربة فممكن طبعا تنمو هذه الجزور داخل الصخور داخل إيه؟ فالصخور تتفتت بفعل التعرية أم التجوية أم الترسيب أم الغليان طبعا بفعل التجوية السئر رقم 3 تتكون نقطة عند التقاء الرواسب التي تحملها الأنهار إلى البحر يبقى إذن أقول له على طول تتكون الدلتا السئر رقم 2 أجب عن الأسئلة التالية ما اسم العملية التي تكونت الرواسب فيها؟ نتيجة تحمل الرناد العملية اسمها إيه؟ طبعا العملية اسمها الترسيب سئر رقم 2 نتيجة لتغير مظاهر السطح وجدت منطقة من الصخور الشديدة للإنحضار أذكر مثلا على العامل الذي أدى إلى تكون هذه المنطقة طبعا العامل الذي أدى إلى تكون منطقة شديدة الإنحضار ده هو الأنهار النهر ممكن يكون منطقة أو مظهر من مظاهر السطح منطقة من الصخور الشديدة الإنحضار السئر رقم 3 ألف أكمل الجمل التالية رقم 1 تسحب الأنهار الصخور في طريقها ويمثل هذا عملية نقط عملية التعرية رقم 2 من عوامل حدوث التعرية نقط ونقط عوامل حدوث التعرية يعني إيه اللي بيخلي التعرية تشتغل؟ طبعا الماء والرياح يبنقول له الماء والرياح السئر رقم 3 في بعض الوديان كوادي الحيتان تكونت الصخور نقط في الطبقات السفلية أنا عندي صخور حديثة وصخور القديمة ننتقل إلى السؤال رقم B صل من العمود B ما يناسب ما في العمود ألف B وألف رقم 1 الترسيب رقم 2 التعرية إيه هي الترسيب؟ أقول له الترسيب هو تجميع الصخور التي تعرضت لعوامل التجوية في مكان واحد طب إيه هي التعرية؟ أقول له إيه؟ تدفق الماء على الصخور مسببا نقلها لمكان آخر ده بالنسبة للتعرية بكده حبيبي ننتهي من حل الإختبار الثاني صفحة 195 من كتاب سراح التلميذ بتمنى عمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته